أكتر حاجة صعبة في الدنيا أنك أنت تؤبن شخص بتعتقد في قرارة نفسك أنه صديق حقيقي وأنه أستاذ وأنه طالما وقف جنبك وبعيدا عن اللغة الدائر والجدل المستمر والصخب الجائر في أغلب الأحوال وسبنا من قصة الإخوان بيقولوا إيه ولا ما بيقولوش إيه عن وائل لأنه فليزهب الإخوان للجحيم يعني هو هننتظر إيه من الإخوان جيد ودي الحقيقة حاجة مخلياني مستغرب لما بنقعد نسأل أنفسنا أو نتساءل مع المشاهدين إزاي الإخوان يقولوا كده عليهم لعنة ربنا ليوم الدين وإحنا شفنا منهم إيه كويس من ساعة ما ظهروا في الوجود ظهورهم بقى في 1928 ظهورهم بقى أيام ما كان اسموهم الخوارج مش دي المسألة إحنا هننتظر منهم إيه كويس لكن خلونا إن إحنا إن كنا نريد أن نتذكر الأستاذ وائل الإبراشي بالخير أستأذنكم المسلمين هيقروا معي الفتحة المسيحيين هيضعوا ربنا ويصلوله علشان خاطر وائل خلونا نقرأ الفتحة أولا للاستاذ وائل الإبراشي عودوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين